اشتركوا في القناة رقم 11 لسنة 1976 المرافق للمرسوم رقم 15 لسنة 2022 وإحالته إلى مجلس الشورى ووفق المجلس أيضاً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية والمرافق للمرسوم رقم 41 لسنة 2021 وإحالته إلى مجلس الشورى بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المعدل بخصوص الاقتراح بقانون بسيقته المعدلة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة المقرة وناقش كذلك تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم 45 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2014 بشأن قانون المرور وقرر المجلس رفض الاقتراح بقانون كما تم مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستقلال وحماية الثروة البحرية وتم تأجيل التصويت إلى الجلسة المقبلة قرر مجلس النواب اليوم ولله الحمد قانون التقاعد العسكري الذي يأتي بعد قيام المجلس النيابي بقرار قانون التقاعد المدني قبل سبوعين وهذا القانون لا ينتقص من حقوق العسكريين بالعكس هناك الكثير من الإيجابيات في هذا القانون وشمل على أهم شيء نقطتين أن هناك استمرارية الزيادة السنوية لسنتين 2021 و2022 بأثر رجعي وسيكون هناك استقطاع واحد بالمئة للمشاركين الحاليين بعد مرور سنة من إقرار القانون وطبعا هذا كله يأتي في مسألة علاج أو حل مشكلة الصناديق التقاعدية والتي تأكيد على استمراريتها في صرف المعاشات التقاعدية وكل هذا في مصلحة الوطن بإذن الله موسيقى موسيقى